السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ هنتكلم النهاردة عن آآ موضوع ومشكلة الدكتور رامي اسماعيل. آآ الدكتور الشاب يعني فهنتكلم النهاردة مش هنآ يعني مش هنتطرق للآآ هو ايه هو صح وغلط ايه الموضوع. احنا بنوجه رسالة لرامي اسماعيل نفسه. وآآ يعني هنآ سمحني عن ان نقول رامي مباشرة بدون القاضي يعني ما حفز الالقاب. آآ الرسال دي موجهها الرامي. رامي اسماعيل. آآ الكلام السليم لرامي اسماعيل. آآ موضوعك رامي زاد وكبر اوى عن حده. آآ انت كنت جزء منه. ممكن جزء اساسي كبير. وانت اللي تسببت في ان الناس كتير هي اللي بقت ورا الموضوع ده ومتعنتين معك بالطريقة الكبيرة ديا. القصة طبعا قديمة وانت عارف وقلت كده كتير. انا انا عن نفسي يعني كنت بتابعك من سبعة تمان سنين اول ما ظهرت وكنت شاب صغير ما شاء الله يعني. وكنت بنشوف الفيديوهات بتاعتك على القناة اللي هي حتى القناة اللي صغيرة مش المشهورة. كنت عامل شغل كويس. آآ انت طلعت وحكيت الحكاية مرة واتنين وتلاتة. وآآ طلعت وعدت تقدم رسائل للمسئولين والفوق المسئولين واللي فوق اللي فوق وكله وجهت. وعدت اعتزر واعتزرت كزا مرة. مش مرة واحدة. وطلعت في برامج. القصة يا رامي انت بس انت انت غلطان يعني غلطان غلط كبير جدا من فعية الجوانب. اول حاجة طبعا انت كنت شاب صغير لسه طبعا في الحياة وخبرتك ضعيفة وطلعت. آآ زي ما انت قلت الاضواء اخدتك والفضائيات آآ زي ما انت قلت يعني نفختك والحد ما آآ انفجرت. وطبعا الكلام ده انا بيعاتب عليك فيه يعني المفروض انت ما توصلش المسئولين طوع طول عن نفسك كده يعني. خلاص انت اخطأت وقلت نغلطه او في حصل خطأ سواء منك او من غيرك او موزيعة قالت وانت صححته. وانت قلت ان تلقعد تاني حلقة وصححت الكلام ده. المفروض الطبيعي ان خلاص يعني انت لما قلتش حاجة ولا انت اقرد بيها ولا بتاع حتى كونك سكت او ما سكتش مش قضية يعني هي عشان الدنيا تقوم ما تقعدش. انت طلعت تاني حلقة زي ما انت قلت بلسانك وموجودة عبتقول على اليوتيوب او في الحلقات دي. وصححت الكلام ده خلاص. يعني كده الموضوع انتهى رسمي ونظمي يعني زي ما بقوله. فما فيش قضية. لكن انت واضح ان في ناس بتتربص بيك يعني وفي لك اه يعني حبايب كتير قاوي يعني. في جزء من انت السبب فيه يعني. يعني انت زمان من حوالي تمن سنين وسبع سنين انا كنت بشوفك في البرنامج وفجئت كده في حلقة من حلقات انت طلعت وقلت اه آآ فجأة يعني وانت بتتكلم في مشاكل الناس وعلاقات طبية قلت والله انا فيه مش عارف آآ سمايلي وآآ دكاترة زمايلي واللي منساني ومش عارف كل هم بيحقدوا علي وكل هم مش عارف بيقولوا ايه وبيعملوا ايه وعشار بطلع في البرنامج. الكلام ده ما يتقلش يا رام. يعني ايه زمايلي بحسدوني بيحقدوا علي وتطلع تقولها رسم كده في البرنامج وتعلن عنها. اولا لو في فعلا كده هيزيده حقد عليك اكتر وهيزيده ديئة منك. يتضيقوا منك. كلامك كمان الكلام ده مش كل كلام يتقال يعني مش كل اللي انت في دماغك واللي انت عارفه او شفته يتقال. يا انت لازم. المهم يعني يا رامي زي ما قلت لك انت كنت تطلع تقول يعني وتتكلم في حاجات ما كانش يجب انك تتكلم فيها مما تسببت ان بعض الناس او كتير من الناس ان هي تزعل منك واتضيق منك واصبح ليك صنعة ان نفسك اعداء بدون اي لازمة يعني. الشاهد من القصة والمقصد انك انت يعني خلاص طلعت واعتذرت كتير وقلت اا اا اني حصل اخطاء وانا بعتذر وتعتص في كزا برنامج وقلت بيت صغر من نفسك وملهوش لازمة نصحتي ليك يا ابن الناس ما انتش لا تطلع في برامج ولا تعتذر ولا بتاع. ايه الحل في مشكلتك دي دلوقتي? انت لازم تعرف ان في واضح ان في طيار ضدك. جدك جامد. والطيار ده والمشكلة دي هو اول عداء ده او الناس اللي هي بت يعني متربصالك. الموضوع ده مش هيتحل بالاعتذرات. مش كلشو هتطلع وتتأسف وتعتذروا انا وانا 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 ونفسي تتعب وتعزميني ايه ودمرتوني. الكلام ده بيصغرت اكتر وبيضعفك وبيقويهم. اا موضوعك مع النقابة ومشكلة النقابة حلها بسيط خالص حلها قانوني ورسمي. في عمر ما هيجي بالاعتذار. لو اعتذرت من هنا السنة الجاية واللي بعد اللي جاية. الكلام ده ملوش اي لازمة ولا هيكل معهم. اا لان انت اصلا يعني لو دخلت في موضوع جدت محامي شاطر ودورت على محامي شاطر هيلاقي لك حلول كتير جدا جدا وتلاقي ان انت صاحب حق. اا ازا يعني زي ما انت بتحكي. وطالما انت اعتذرت في تاني حلقة كده الموضوع قانونا ملوش اي وجود حشان حيثيات الحكم. بيقولوا ان هم عملوا فيك كده بسبب زورك في البرامج التلفزيونية والفضائية وبتقول حاجات كزا. انت يعني تعديلك للحوارات اا في تاني حلقة زي ما انت قلت وكلام المزيعة ده هيبطل الكلام طاعة انت. اشوف محامي شاطر ويمشي قانوني ورسمي. وحل الموضوع ده ايه? انت دلوقتي في دوامة. دوامة كبيرة جدا. ممكن يكون في جهات وانت عديت ناس كتير وقفت زي ما بتقول ضد موضوع الاسطرة اللي بلازمة ودون لازمة ده ومع الفاضي وعالمليان. اه انت احباي بك كتير بس كلهم ناس غلابة وطيبين من الناس اللي ببسطاء. ودول يعني في المشاكل والحاجات القرنية ملهمش وزن يعني. اه يحبوك تعطف معاك وانت من هنا لسان جاية لو عدت تبكي وتعيت وتعتذر مفيش حلول. اه انت دلوقتي في دوامة. في دوامة كبيرة. يعني شوف. وانت جواها. وعمرك طول ما انت جوا الدوامة عمرك ما المشكلة دي هتتحل يعني. ليه? لان انت جوا الدوامة اش هتفكر كواس تعمل كويس. ايه الحل في الدوامة دي? ما تقومش. الدوامة دي مقاومة فيها. وانك انت تحول تطلع من دوامة كل ما تحاول تطلع الدوامة تشدك اكتر. دوامة تاخدك اكتر. فدوان هيضيع كل قوتك وكل تركيزك وكل افضل افكارك عالفاضي. نفس علماء الخبراء الغطس والعوم والحاجات دي بينصحوا الناس لما واحد يكون في دوامة. ودوامة تاخده بيعمل ايه? ما تقولك ما تقومهاش. ما تتقفش ضد الموامة او ضد التيار. الدوامة من فوق بتبقى كبيرة وقوية كده. لكن طول ما هي فوق كده كبيرة وقوية. طيب انت بتنزل تحت الدوامة تبتدي تصغر 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 تصغر. بتبقى في تحت خالص الحاجة الفيعة. فعلماء الغطس يعني او الخبراء وكده يقولك خد نفس عميق جدا وسيب نفسك مع الدوامة. هتاخدك تاخدك المركز بتاعها وتنزل بك لتحت. لما تنزل بك لتحت الدوامة تحت ضعيفة وصغيرة وفيعة. لما تنزل تحت تقدر ان انت طبعا لو خد نفس وكاتب نفسك كويس ومحافظة على نفسك. ثم ماشي بقى بالعرض عين بالعرض 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 بالعرض. لحد ما تبعد عن نفس مستوى الدوامة فوق كبيرة ثم طالع. تلاقي نفسك برا الدوامة دي. ازاي بقى هتطبقها? هتطبقها انك انت تاخد نفس عميق. وتسيب بقى نفسك موضوع ده ما تنسكش بقى كل شوية تطلع تقاوم وتقاوم وتعتذر وتقعد مع نفسك كده. تقفل على نفسك قوضة وتركز وتحط كل آآ مقاوماتك وادواتك قدام عينك كده فرق وتكتب انت عندك ايه ونقصك ايه وايه مشكلتك وايه اللي قدامك وايه المقترحات اللي ممكن تعملها. وتقعد آآ فترة كده قافل على نفسك وتعتزل الظهور شوية لان كتر الظهور ده خالص مية على العملية وسخافة قوي. وبلاش تقعد تجيب الناس البسطة وقول لك الدكتور كان بعالجنا والدكتور كان جايز كل الحاجات دي يعني ما عملتش حاجة حتى لحد دلوقتي يعني. المهم هتستخد نفس كده عميك وتقعد مع نفسك وتعزل نفسك شوية وتقعد تفكر. ايه اللي بدك ممكن تعمله? طيب ايه في حلول هنا شوف محمي شاطر يفع رجادية تقعد حوك? اه ممكن تخبرها سنة اتنين تلاتة وتاخد حقك ما مش مشكلة. طب ايه الحل التاني تقدر تعمل ايه? انت طلعت وقلت في برنامج ان في حد من دول الخليجة او العربية عاوز يتبناك. طبعا انت غلطان برضك انك تطلع تقول حاجة زي كده. بتطلع تفتح الاعداء كنهما تربصوا بك تاني. الكلام ده ما يتقلش وتخليه بينك وبين نفسك سري يعني. شوف ازا كان حد تبعك تعرفه هيقدر يساعدك يا تبناك. تشتغل بسرية وفي خفاء كده وطهدى شوية ومع نفسك تبطل كلام كتير. اه تشوف ترسل جامعات اجنبية ناس. اتحرك. شوف حياتك برا. انت ما يمكن سبحان الله يمكن ربنا مش هيد لك بقى خير هنا رد لك خير في منطقة تانية. انت عارف خيرك فين? تعرفش خيرك فين? خلاص انت نويت خير واكتهد على قد ما تقدر. وانت انسان وبشر وكل انسان خطاء. ممكن تخطأ عادي بس اخطاءك ما كانتش قتلة يعني ومش اخطاء. مثلا فيها اه اه اخطاء طبي قتلت ناس ولا ضمرت نافزة المزعي يقولك انت لو اخطأت خطأ طبي كان سهل. طبع ان ده كلام خطير يعني ومشكلة يودي في ده يعني. انت اه اخطاء اخطاء كلها اه شبابية وعدم خبرة في الحياة فقط لغير. فانت تعمل اه افل بقى لنفسك وبطل الفيديوهات دي. وحاول تشوف تعمل ايه? تخطب جامعاتك برا تحاول تشوف حد يدعمك. اه حاول تشوف ناس من ناس الطيبين للحبايبك الدكاتر الكباري. كده مت اي حد ينصحك يقولك اطلع بقى عتزر اعمل القناة ده بسيبك بينه. تشوف محامي شاطر. ويا ريت تخلي قناتك قناة ربحية. لان انا احس ان هي مش ربحية. هي هتساعدك كويس. ممكن ساعدك شوية دخلك شوية دخل يساعدك. في ناس كتب تحبك. ممكن برضك من القناة دي تقدر تعمل اه حلقات خاصة بك. انت مش شرط ان انت دكتور في عيادة. لا حلقات انت راجل مساقح. وبتتكلم بسقافة او اعرف الطب. مش مش شرط انا اجي دكتور يعني اعرف الطب. وتجيب بعض الاسئلة اللي كانت بسئلك زمان وترد عليها و اه ناس هتسفدوا. ممكن تجي في مرة تعمل بس مباشرة و ناس هتخش تتفاعل معك وسألك اسئلة على الهواء و جاوب. اه كانها ممكن تدخلك دخل كويس يساعدك شوية يعني لحد المنطفى على رجليك. دي بعض النصائح خفيفة تحاول تساعدك. اه اعطي لبكرة و نظم نفسك. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.